منصب رئيس الجمهورية أبرز تصريحات رئيس الأركان الجزائري جايد صالح في المقطع التالي تابعوا إننا ندرك أن هذا الأمن المستدر وهذا الاستقرار الثابت الركيز سيزداد التجدر وسيزداد ترسيخ وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في الضل هذه النعمة وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام وقاليد إرصاع هذا المكسب الغالي الذي به السعادة وقنائبته أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية والطرابية هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي سيبقى الجيش الوطني هذه الأمانة الغالية التي تبقى قواتنا المسلحة تجعل محافظة عليهم هاجسها الأول وشغلها الشاغل ومهمتها الأساسية هي المهمة التي اتعاهد جيشنا بالقيام بها على النحو الأسوب والأسلم في كل ضروق الأحوال تزعج كثيراً أعداء الشعب الجزائري في الداخل الخارج وسطيات في المياه العاكرة لكن هؤلاء الأعداء يجهدونها بأن الشعب الجزائري الوعي والأصيل ومتمسك بالتعلم الدنيا الإسلامي الحنيب قد تثبت الشعب الجزائري اليوم في هذه الظروف الحالية حسن وطني بالوحضري بالغرفعة ينمو عن وعي شعبي عميق أدهل على الجميع في كاب أسقاع العالم في ظل هذا الوعي المدرك لقدوسية الوطن والأمنعيين واستقرارهم وجدد اليوم ما تعهدته به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما وقا لمهمه الحصن المحاصين لشعب الوطن في جميع الظروف قطاعين على الجميع العمل بوطنية ونكرانداز وتغليب المصالح العرية للوطن من أجل إيجاد حل الخروج من الأزمة حالا وفي هذا السياق قطاعين بل يجب تبني حل يكفر الخروج من الأزمة ويستجب لمطالب مشروعة من الشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمنه احترام أحكام الدستور واستمراريسية الدولة حل من شانه تحقيق توابق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كابت الأطراق وهو الحل النصوص عليه في الدستور من مادته 102 ولمتابعة الشأن الجزائري ينضم إلينا هنا في الستوديو دكتور بومدين بوزيد الكاتب والأكاديمي الجزائري مرحبا بك دكتور يا مرحبا معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس دكتور صلاح القادري الكاتب والباحث الجزائري دكتور صلاح مرحبا بكم عبر الهاتف معي من الجزائر أو نبدأ عبر الهاتف معي من الجزائر دكتور إسماعيل معرف أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون الاستراتيجية دكتور إسماعيل مرحبا بك دكتور إسماعيل إذا كنت معي أبدأ معك من الجزائر كيف هو صدى ما قاله أو ما دعا إليه قائد الأركان قائد صالح كيف هو المشهد في الجزائر دكتور بوزيد في انتظاري أن يلتحق بنا إسماعيل دكتور إسماعيل من الجزائر دكتور بومزيد هذه الكلمات الثناء من قائد أركان الثناء على الجزائريين على أخلاقهم على حضارتهم على نبلهم ما تسميه أنت عادة في مداخلاتك بالمرافقة كيف رافقت المؤسسة الأمنية العسكرية الشرطوية المشهد الجزائري الصارخ نريد تغيير نظام سياسي كيف تقيم مواقف المؤسسة العسكرية بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية كان واضحا فيما يتعلق بضرورة تطبيق دستور في شهر ديسمبر عندما كانت بعض الأصوات الموالية تحذر رأي العام للتمديد قبل إعلان قبل استدعاء الهيئة الناخبة وكانت هذه القناعة موجودة داخل جناح في السلطة وكان خطاب القايد صالح أنذاك بأن الانتخابات ستجري في وقتها عملية فاصلة في دفع الناس إلى أو دفع المؤلات أو جناح في السلطة إلى أنه ينبغي أن تكون هناك انتخابات أعتقد أن قوة القايد بدأت هنا بدأت في ديسمبر عندما أعلن أن ينبغي أن تكون الانتخابات ما هي الاحتمالات التي كانت موجودة سواء عند الجيش أو عند السلطة في حالة ما إذا كانت ترشح العودة الخامسة ما هي التداعية أعتقد كانت فيه معطايات لكن هذه المعطايات لم تقرأ بشكل جيد ولم تحلل بشكل جيد لأن عمل مصالح أحيانا يفقد البصيرة وعندما تكون البصيرة غير مدركة للأشياء يكون عدم التوفيق سياسيا وميدانيا دكتور صالح القادري في باريس عفوا الكاتب الجزائري استعارت البصيرة هنا في قراءة سياسية ما قاله قائد الأركان دعا إلى تطبيق المادة 102 المشهد ترتبت عنه بعض المشاهد هناك من يرى بأن هذا الموقف تأخر وأن الجزائريين يطالبون بأشياء أخرى وأن المعارضة تدعو إلى هيئة الرئاسية كيف نظرت إلى موضوع تطبيق المادة 102 من الدستور هل هو نجات من الفراغ الدستوري هل هكذا يوضع القطار على سكته في الجزائر أولا سيدي لم تخطئ القلب في الجزائر والعقل والجسد هنا في فرنسا أنت لم تخطئ أستاذ محمد تعليقا على كلام الأستاذ قائد الأركان قائد صالح أظن أنه يدعو إلى حل في إطار دستوري السؤال الذي يسأل الآن هل يوجد في المادة في الدستور تقول أن من حق قائد الأركان أو يجب على قائد الأركان أن يدعو المجلس الدستوري لتفعيل المادة 102 الرجل يدعو إلى تطبيق حل دستوري وهو أولا ينتهك الدستور أصلا لأن المؤسسة العسكرية لا تملك أي دور سياسي ولا صفة سياسية من خلال الدستور أولا ثانيا هو يدعو المجلس الدستوري إلى إعلان حالة شغور وعدم شغور منصب رئيس الجمهورية وعدم قدرة رئيس الجمهورية على أداء وظيفة رئيس الجمهورية نفس المجلس الدستوري قبل أسبوعين أعلن أن الرئيس الدستوري قادر على أداء وظيفة رئيس الجمهورية لو سمحت لي دكتور صلاح فقط للتنبيه أرجو أن تسمح لي أيضا أنا في موقع السؤال إذا سمحت لي أرجوك شارع الجزائري يثني على المؤسسة العسكرية على المؤسسة الأمنية وأنت جزائري وتعرف خاوة خاوة يعني هذه المرافقة هذا الاستئناس ليست أمرا إطلاقيا وجوبي كان يمكن أن يفعلها قاية صلاح وهو الجيش الجزائري كما فعلتها جيوش عربية يأمر لبيك لكن أليس من حكمة المؤسسة الجزائرية أنها تتفادى الحل في الجزائر ليس مشروطا بالمؤسسة العسكرية ومشروطا بالمصالح وهذه الدعوة هذا الانفتاح هذه المساعدة هذا القلب المفتوح من المؤسسة العسكرية أي ليس بداية حل دعني أختلف معك أنا لا أسميها قلبا مفتوحا ولا مرافقة لا يوجد إشكال في الخلاف فقط أنا أقول أن المؤسسة العسكرية في البداية كانت نبرة حادة جدا وكان فيها نوع من لا أقول التهديد ولكن نوع من ضبط الحراك الشعبي ووضع سقف محدد له لكن يومين بعد ذلك تدارك الجيش الأمر ثم حاول في المرأة الثانية أن يهدد للطبقة السياسية قال إما أن تجد حل وإما سنتدخل لكن اليوم يتدخل يقول يجب أن تتخذ هذا الحل ويدعو المجلس الدستوري السؤال الذي يجب أن يطرح الرجل يقول يجب أن نصل إلى حل في إطار الدستوري هل يوجد في الدستور مادة تعطي الحق لرئيس الأركان في الجزائر أن يدعو المجلس الدستوري إلى العقاد وإعلان الشغور منصب رئيس الجمهورية لا يوجد أي مادة دستورية بل هذا القرار والخطاب غير دستوري أساسا دكتور صلاح أرجو أن تبقى معي دكتور بوزير أرجو أن تبقى معي دكتور صلاح يعني موضوع الآن في موضوع المؤسسة المدنية لنتحدث عن الفيوضات الشعبية في الجزائر قرأت خبر قبل أن أجي إلى الاستوديو فتيحة بن عبو وهي خبيرة في القانون الدستوري تقول من أن يكون بوتفليقة قد كتب استقالته هل تتوقع أن بوتفليقة يكون قد أعدى الاستقالة قلت لي أيضا قبل أن ندخل استوديو بأن المعارضة السياسية في الجزائر انتهت ماذا بقى أيضا في الحقيقة هو طلب من المجلس الدستوري من يعني القايد صالح طلب من المجلس الدستوري بناء على ماذا أولا من ناحية السياسية بناء على ما وقعت فيه المعارضة السياسية المعارضة السياسية منذ يومين طالبت طالبت بتدخل الجيش طالبت تدخل الجيش والرأي العام الجزائري كان محظر وينتظر ماذا سيقول القايد صالح في ورق لها صحيح يعني الإعلام الرأي الدولي ينتظر ماذا سيقول القايد صالح بمعنى أن مشكلة آخر موجودة عندنا القناة الواصلة بين الشعب وبين السلطة غائبة إعلاميا من الذي يشرح للشعب من الذي يتكلم من السلطة لا أحد لأن حتى القبول الإعلامي من طرف الوزير الأول أو أعمامرة أو الإبراهيمي أصبح مرفوضا داخل الوسط الشعبي ومن هنا بقيت لنا قناة واحدة لنفهم أين نحن وأين ذاهبون هي طبعا قناة الجيش الصورة النمطية التي عندنا حول الجيوش العربية في مصر أو في سوريا ليست هي نفس النمط اليوم القايد صالح يخاطب ويطلب هو يطلب ولا يأمر طبعا طلب بسيغة الأمر يمكن أن نقرأها بهذا الشكل كلهم يقرأ كما شاء لكن يقول هذا الكلام أمام جنود بوسطاء في ورغلا في الجنوب الجزائري وأيضا الهتفات التي أشرت إليها الجيش الشعب خاوة كيف لا يمكن أن نقع أن نذهب إلى الصدام وأيضا هناك رهانات أخرى أنا أقول لك كما تحدثنا أن المعارضة السياسية اليوم فيها شرخ كبير سوف يختلفون حول هذا الحل يختلفون وبالتالي الدولة أساسا أو السلطة تعرف ما هي مكونات ما هي مكونات المعارضة السياسية دكتور بوزيد أرجو أن تبقى معي ينضم إلينا من الجزائر دكتور إسماعيل معرف أستاذ العلاقات الدولية وخبر شؤول استراتيجية دكتور إسماعيل مرحبا بك مشهد الحراك المطالب الشعبية المعارضة هيئة رئاسية كيف هو المشهد في الجزائر حتى الآن شكرا لأستاذ محمد ولكن دعني فقط أن أسمعت بعض الجوانب الدكومية والدستورية وأيضا أنا أقول لك والآن أنا محامي وبتالي أن أضطر أن أرجع لهذا الجوانب حتى أوضح وأيضا أخرى بالنسبة للمعارضة أنا كنت حاضر في الاجتماعات المعارضة والأخيرة وكتب المحررين ذلك البيان ولم يتكلم تتكلم من البيان على تدخل العسكر بل على مرافقة بالنسبة للمواصل العسكرية ما يقوم به المدنيون أي اللجنة أو المرحلة التي دعونا لها داخل المعارضة من خلال تشكيل لجنة من العقالاء أو مجلس يقود هو المرحلة الانتقالية باختيار شقيات وطنية ذات ثقل ذات كفاء وذات وتحظى بالإجماع هذه من ناحية وبالتالي أنا أفنس كل ما ينقض السلال حول أن المعارضة دعت إلى تدخل الجنش لأننا نعرف جيدا بأن الجيش بالرغم أنه مؤسسة مثل ما يقول للرأي العام لغدايش بأنه هداقية فقط بين المؤسسات ولكن أستاذ محمد بأن الجيش أيضا مجال ولا سيما سرعة في قضية إبقاء على رئيس ماريو منذ 2013 وكان من المفروض تنادا للمده 28 من الدستور المتقضي أن الجيش تدخل لأن هناك السيادة الوطنية صراحة المعارضة بخطر وأيضا أنه ربما في المده 22 وأعتقد أنه شرحت في حانوات أجنبية قبل أن أكون معكم في المباشرة إلى إذنك أنه استحال التصديق هذا المده من 22 لأنه حتى لو فرض مجدل أستاذ محمد بأننا طبقنا هذه المده وذهبنا مباشرة إلى المجلس الدستوري الذي سيعطي على الأقل مدة زمنية لا أدخل بالتغسير من الأقل 90 يوم لكن لابد أن نعرض أنه رئيس الجمهورية الحالي كان قد أصدر مرسومين الأول هو أنهى عمل الحكومة ولم وعين فقط وزير الأول ونائب وزير وخارج أعرف الدستوري لأن الدستوري يشيل وجود نائب بالنسبة للوزير المرسوم الثاني هو حل أيضا الهيئة الخاصة بتنظيل ومراقبة الانتخابات ومراقبة الانتخابات ومراقبة سنكون أمام حال بالشغور بالنسبة لمؤسستين هنتين الحكومة وأيضا الهيئة التي تستطيع الانتخابات وكيف سنجد الانتخابات وبالتالي كان من مفروض أن القائز الأركان ونائب الوزير الدفاع أو المؤسسة العبكارية أن تلجأ إلى المدى السبع التي تقرض بأن الشعر هو مصدر السيادة ويمنح وفق السبتة أو وفق تفويض بالنسبة الممثلين وهذه ما تحيد من أستاذ محمد إلى المرح انتخابات تكلم عليها الآن نأتي إلى الشق الشخصية التي اعتقاد بأن الآن أن الناس كنها تعرف بأن اللغار أو الغربة السوداء في وضع خطير وهي تتنازل من حراس إلى حراس أي من جمعة وليس لها الإمكانية صراحة أن تقدم المقاربات التي يمكن لها أن تقل للشعب لأن الشعب يوم 22 سيد محمد في برايل أول اتفاضة شعبية سنية حضرية إلى غدية تقريبا أنغى الدستور الجزائري وأنغى هذا النظام الحاكم إلى غدية ومارس سلطته وقال بأنه لا بد أن نذهب إلى مرحلة انتقالية حقيقية تؤدي إلى تأسيس الجمهورية الأولى وليس الثانية كما يتكلمون في السلطان الإعلام الانتقالية ومارس 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 هؤلاء إلى غدية ومارس الآن أصبع بين هذا العصب والسلطان العميقة وبالتالي من سيستطيع أن يصرب الآخر وأعتقد أن النجاح أو تسميه شيء ما تحبه لكن بالنسبة لي هو أمر وهو إعلان نهال للقائد الأركان وتقدم الميام القادمة ستعطي بأن المواصل العسكرية مقبلة أيضا على التغيير في هرمها شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل معرف أستاذ العلاقات الدولية وخبير شؤول استراتيجية من الجزائر ينضم إلينا أيضا من الجزائر عبر الهاتف الأستاذ فاتح أبو طبيق قيادي بحزب جبهة المستقبل أستاذ فاتح كيف هو وضع الأحزاب الآن دكتور بوزيد قبل قليل يقول أن الأحزاب سقطت الآن وأن الكلمة للشارع للمليونيات الجزائرية كيف تنظرون إلى موقف ودور الأحزاب السياسية الآن في الجزائر فلل البداية مساء الخير ولكل السادة المشاهدين نحن في جبهة المستقبل منذ مساية هذا الحراك يعني منذ بدل الحراك الشعبي ونحن ندعو دائما ومن قبل يعني ندعو دائما إلى احترام الشرعية والعودة إلى الدستور والمضي أمام إجراءات قانونية كافلة بتحقيق حيول سياسية عبر مسار انتخابي حقيقي في الحقيقة اليوم بصدور يعني هذا البيان من طرف المؤسسة الأنية وهي قياة أركان الجيش والتي نعتبرها كذلك حامي الجمهورية وحامي الدستور وعلى مقابل كل القوى السياسية تتقاسم هذا الاهتمام تجاه هذه المؤسسة فبالعودة إلى الدستور وبالطبيق مادة نوع 2 نعتبرها مخرج قانوني شرعي قد يضفي إلى حل السياسي حقيقي ويدفع بالجزائر نحو مرحلة سياسية جديدة ونخرج كذلك من حالة الفراغ لأنه في الحقيقة الكل ينشد الإصلاح السياسي ولكن المفتاح فتطبيق المادة ليو 2 من الدستور كفيل باجتماع المجلس الدستوري بإجماع عضائه وإقرار حالة الشهور في حال إذا كان عدس الرئيس أو الاستيقالة ثم المضيئ إلى البرنامان وعن طريق رئيس المجلس الأمة سيد عبد خالد بن صالح يستطيع أن يتولى رئاسة الدولة لمدة يوم وتعرضها الانتخابة الياسية هنا سيتشكل رأي سياسي وعطيف سياسي مباشرة نحو انتخاب رئيس جمهورية منتخب ببرنامج وهو يكون كافيل بإصلاح جديد وبفتح نقاش حول الدستور من جديد وحول المؤسسات المنتخب الأخرى نعم أرجو أن تبقى معي أستاذ فاتح أبو طبيق قيادي بحزب جمهورية المستقبل أعود إلى باريس دكتور سلاح القادري الترتيب لمرحلة قادمة جمهورية ثانية أو أولى كما يقول أريد أن أسألك عن النخبة عن الحراك عن الإعلام عن المؤسسات المجتمع المدني عن مفهوم القطيع التي تطرح في الجزائر الآن كيف يمكن النظر إلى جزائر ربما قوية ديمقراطية مستقلة فاعلة مؤطرة ضمن مسعى ديمقراطي يبدأ الآن كما يراهن الجزائريون وكما يراهن هؤلاء الذين يخرجون إلى الشارع بداية تراجع السلطة عن العهد الخامسة هو نجاح للشعب الجزائري أولا ولا يحق لأي إنسان كان في المعارضة الرسمية أو في المعارضة الشخصيات المستقلة أن تنسب هذا النصر إلى نفسها أولا ثانيا الآن خروج رئيس الأركان وقوله بأن العهد الرابعة لن تمدد وأنه يجب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية هو انتصار ثاني للحراك الشعبي في الجزائر وهذا النصر للشعب وحده ولم يسبقه أحد بل الشعب الجزائري قد سبق نخبه بل أصبحت النخب تجري مثلا السيد الذي كان قبل من جبهة المستقبل لا نذكر أن رئيس هذا الحزب بالعيد قال نحن لسنا ضد العهد الخامسة إذا اختارها الشعب إذن الرجل لم يكن ضد العهد الخامسة لكنه اليوم يقول أنه إذا اختار أن الشعب هو السيد إذن لذلك الآن الشعب هو صاحب الكلمة وصاحب الشرعية الوحيدة لذلك يجب تفعيل المادة 107 واعتباد 107 التي تقول بأن المرجعية الأولى والشرعية الأولى والوحيدة في الحياة السياسية في الجزائر وفي الدولة الجزائرية هي تعود للشعب أساسا أولا ثانيا الذي قام به اليوم رئيس الأركان يجب أن نتذكر بأن الشعب قد رفضه سابقا يجب أن نتذكر أن الحل الثاني بعد العهد الخامسة هو القبول بالعهد الخامسة وانتخاب رئيس الجمهورية والقبول بسنة انتقالية ثم يستقيل بعدها رئيس الجمهورية عبد العزب التفليقة أو يقيله من يتكلم باسمه اليوم القرار الذي اتخذه قائد صالح وقال يجب أن يتخذ خلال إطار الدستوري وأضع كلمة دستوري بين قوسين هي تعيد نفس هذا السيناري ولكن بشكل آخر لأن اجتماع المجلس الدستوري أولا يأخذ ممكن شهر شهرين أو شهر أعلى الأقل اجتماع البرلمان بغرفته قد يأخذ شهرا كذلك إعلان حالة الشغور والمصب شكرا جزيلا لك معدنة المخاطعة شكرا دكتور صلاح القادري الكاتب والباحث الجزائري هذه المرة الثانية أستاذ محمد تقاطعني أعتذر لك دكتور صلاح القادري الكاتب والباحث الجزائري من باريس شكرا جزيلا دكتور بوزيد أبو مدين هذا التحول الذي أشرت إليه تراجع في المعارضة أو بين قوسين يمكن أن أقول ذوبان المعارضة بأفعال وراثية سياسية لأنه حتى المعارضة كانت منتمية كانت جزء من النظام بعضهم زور عليهم في الانتخابات كيف يؤسس لمشهد جزائري قادم بناء على مفهوم التغيير مفهوم التحول أدعوك أيضا لأن تفصل في دور الشارع الجزائري التظاهر الجزائري السلمية الشوارع الجزائرية أنا أريد أن أعلق على جزئية للاستاذ المحامن معارض ناشط عندما قال أنه لم ترد وردت عبارة المرافقة العبارة التي وردت وقرأها جاب الله هي كالتالي قرأها من الورقة قال ندعو مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب عندما جاء في النقاش استدرك لأنه قالوني أيضا جاب الله وعرف أنهم وردتهم العبارة فقال ندعو الجيش للمرافقة فبقي في الرأي العام وفي النقاشات كلمة المرافقة وهي كلمة جميلة جدا ويستعملها بعض المفتشين عندما يذهبون إلى التفتيش يقول يرافق الإطارات ولكن هو يفتش ويعاقب فالبيان موجود وتورط مجموعة من الأحزاب في هذه العبارة واستجابة الجيش هل استجابة الجيش نسبة 50% 40% 80% هل استجابة الجيش نعتبرها انتصارا جزئيا للحرك أنا بالنسبة نعتبره انتصار جزئي للحرك لأن الحرك قوتها أين تكمن الآن تكمن في زيادة مطالبه فيما يتعلق بتغيير الوجوه الرموز القديمة زيادة قوته في مناقشة القوانين تغيير قوانين الانتخابات في وجود لجنة انتخابية حرة أعتقد أن هذا الحراك يبدأ من هنا لكن الإشكال الموجود أمامنا اليوم في الجمعة القادمة نحن أمام تقريبا ثلاث خيارات الخيار الأول الذي نحن أمامه أن السلطة بمناورتها تستطيع وبالتكتيك أن تعطي جروعات ثقة للشعب وأمل أكثر هذه الجروعات تتمثل كالتالي في وزير أول جديد تركيبة وزارية تقول أن بدوي والعمار سيد هبان حكومة جديدة بأوجوه الشاب بأوجوه شابة جديدة لها مزدقية عن الشعب هذه جرعة رقم واحد جرعة رقم اثنين تغيير جزئي على الأقل في تغيير على رأس الهرم البرلمان لأن هذا إشكال أيضا مطروح عند المواطر الاحتمال الثاني وهو أننا نعلن حالة هذا احتمال أننا نعلن حالة العزل لأسباب صحية يعلنها الدستور طبعا بعد اجتماع الغرفتين وموافقة الثلاثين أو قد نسمع قرار سياسي آخر لأن الناس أشرت إلى كلمة بن عبو المحامية أنه بوتفليقة أعدى استقالك قرار سياسي لأن بوتفليقة له مزاج خاص ونفسية خاصة نعرف شخصيته كيف مركبة قال أنا لا أعزل على أساس صحي أنا أقدم الاستقالة يمكن أن يفعلها ونكون هنا استقالة أمام شيء جديد وهو أننا نعلن حالة شغور لأن مهما كان ينبغي أن تكون هناك نسبة من المؤسسات الدستورية القائمة الاحتمال الثالث وهو ليس في ذهن كثير من نشاطاء السياسيين وهو أن العفوية إذا كانت قوية في زمن ما وفي فترة شهر هذه العفوية سوف لم تكن هي مصدر القوة ستكون مصدر خلل ومصدر ضعف لأن يقع تشتت في الرأي واليوم وغدا سيكون في الرأي العام هناك نوع من التذبذب ونوع من الاختلاف هل نذهب مع هذا الرأي لا نذهب مع الرأي لأن القيادة ليست هناك قيادة موحدة واضحة في تحريك الشارع وهناك معطاء آخر ليس موجود عند كثير مننا ربما موجود عند القائد القائد صالح وموجود عند آخرين وهو أنه بدأت تتحرك بعض الخلايا الاستراتيجية التخريبية خارج البلد هذه الخلايا قد تأخذ من فكرة المقاومة السربية تأخذ من فكرة معينات تدخل ولكن يبدو نبه إليها قائد صالح نعم أشار إليها لأن لا ننسى أن القضية الليبية أن القضية الليبية الحل الجزائري في القضية الليبية شوشت عليه بعض الدول العربية دكتور بوزيد الكلام معك ممتع ولكن أريد أن أسألك ربما سؤال خاص جدا أيها الأكاديمي الرئيس يجمع ما بين الكاريزما الشخصيات الجزائرية القيادية الملهمة لأنه مازال فكرة القائد الملهم موجودة ويحمل من أفكار الشباب الجديد الشيء الكثير شكرا جزيلا لك دكتور بوزيد بومدين الكاتب والأكاديمي الجزائري على حضورك شكرا جزيلا وشكرا موصول أيضا للأستاذ فاتح بطبيق قيادي بحزب جبهة المستقبل من الجزائر شاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل انتشار عسكري إسرائيلي على حدود غزة رغم الإعلان عن اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية ونيتنياهو يقول إنه مستعد لفعل المزيد في غزة لماذا تتوسع الإمارات في السيطرة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري من يستفيد أكثر من الصفقات التي يعقدها الجانبان أبو ظبي أم القاهرة هل حصلت شركات إماراتية خاصة على عقود ميسرة من الحكومة المصرية وما هو المقابل الاستثمارات الإماراتية في مصر قريباً في المسائية على شاشة الجزيرة مباشرة اشتركوا في القناة